هذه اللجنة اللي يمكن بنجتمع بصورة إسبوعية عشان نتابع موضوع أسعار السلع بصفة عامة في الأسواق المصرية والحقيقة اللجنة يعني هي فيها ممثل فيها كل جهات الدولة يعني إحنا بنتكلم على الدولة هنا باتكلم على الوزارات معنا طبعاً وزارة التموين وزارة التخطيط وزارة التجارة والصناعة وزارة الدخلية ممثلة في مباحث تموين وبتابع معنا الحقيقة في وزارة الدفاع من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأيضاً معنا الأجهزة الرقابية على رأسها الرقابة الإدارية معنا جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة وأيضاً معنا طبعاً الحقيقة الممثلي القطاع الخاص وعلى رأسهم اتحاد الغرف التجارية وأيضاً الغرف الصناعات الأساسية زي الصناعات الغذائية صناعة الحبوب والنهاردة يمكن الحقيقة أيضاً بنشرف معنا الشعب العام للمخابس الحقيقة يمكن على مدار الأسابيع الماضية منذ بدأنا إجراءات الحقيقة الاصطاع الاقتصادي والتحريك سعر الصرف وإحنا بنتابع على الأرض الموقف والحمد لله وكان فيه يعني توجهات وفيه توجهات من فخامة الرئيس إن لازم المواطن يبدأ يشعر من خفاض الأسعار بصورة جزرية وبصورة كبيرة ويمكن وقت ما عملنا الإعلان في الفترة قبل أجهزة العيد توفقنا مع اتحاد الغرف إن حيبقى الانخفاضات في حدود الخمستاشر لعشرين في المية وإن بعد إجهزة العيد إن تبدأ الانخفاضات تستمر وممكن إنها تصل وإن شاء الله هتصل إلى حوالي تلاتين في المية الحقيقة النهاردة كنا بنتابع على الأرض الحقيقة الموقف بالزبط إيه ويمكن هنا أنا بفرق ما بين السلاسل التجارية وما بين تجار التجزئة وتجار التجزئة هنا نبنتكلم على المحل الصغير البقال أو المحل التجاري البسيط اللي بيبقى موجود في بعض المدن في الشوارع في القرى ده بيختلف عن السلاسل التجارية ولكن بصفة عامة اللي نقدر نقوله من متابعة أكتر من جهة ويمكن هنا إحنا الحقيقة فيه الأمانة الفانية للجنة هي مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بيقدر إن هو بينزل من خلال الحصر على مستوى المحافظات كلها يعني إحنا عندنا دلوقتي بقى فيه حصر كامل محافظة محافظة وبالتالي بنبقى شايفين إنه ممكن بنلاقي الأسعار بتختلف من محافظة وممكن جوه المحافظة نفسها بنلاقي فيه اختلافات في بعض الأسعار ولكن الاتجاه العام إن السلع كلها بصفة عامة فيه نزول لحوالي 22% ولكن السلع الأساسية المجموعة السلع الأساسية النزول فيها أكتر يعني بيتجاوز 25% ممكن تبقى للأرقام حوالي 27% فالأرقام دي النهاردة منعاكسة في إن إحنا كنا بنتابع أسعار السلع الرئيسية زي الزيت والسكر والرز والجبن والألبان ويمكن كانت أهم حاجة كمان لسه النهاردة كنا بنتباحها وكنت يعني الحقيقة كنت وجهت سيد وزير التموين إن بمجرد انتهاء الأجازة يبدأ يحصل فيه النقاش عليها هو كان موضوع الخبز الحر وأسعار الخبز الحر وبالذات مع الانخفاض اللي حصل في أسعار الدقيق على مستوى العالمي ومع طبعا استقرار الحمد لله سعر الدولار فبقى النهاردة لازم يبقى فيه أيضا يعني انخفاض فيه أسعار الخبز الحر فالحقيقة من غير ما أطول على حضراتكم أنا حابب أن أنا أترك الكلمة النهاردة لممثل القطاع الخاص والغرف هم اللي يكلمونا عن التوجه واسمحولي أبدأ بأستاذ أحمد الوكيل رئيس التحاد الغرف التجرية شكرا لدولة رئيس الحقيقة أنا أتقدم بالشكر نيابة عن خمسة مليون وخمسمائة ألف من منتسب الغرف التجرية والتحدي العام من توجه والصناعة ومؤدي الخدمات للحكومة على رأسها دولة دكتور مصطفى مدبولي والأستاذ الوزراء المعانيين وأستاذ أعضاء الأجنى الحقيقة على الفترة العصيبة اللي كنا بنمر بيها جميعا خلال مرحلة سابقة وكانت نتيجة لبعض المشاكل في السياسات النقدية في عدم التوافر العملات الأجنبية وطبعا لازم أذكر البنك المركزي الحقيق على الجهد التقدم بيه والنهاردة فيه استقرار في السياسة النقدية أدت بالتالي إلى أن الكنيه المصري يرتبع بالتالي وكان هناك من العملات من الوفرة اللي سمحت نقليات السوق ترجع تالي ويبتدي العرض يفوق حجم الطلب في السوق وزي ما قال دولة رئيس المزراء الحية أن التحاد العام للغرفة التورجرية رصد فيما يقرب في المتوسط نزول في الأسعار السلع بشكل عام في حدود 25% حتى يوم أمس بالتالي إن شاء الله خلال مرحلة جاية ومع استقرار السياسة النقدية وتناغمها إن شاء الله مع سياسات المالية الحكومة حنشهد بإذن الله مزيد من الاستقرار وحنشهد أيضا مزيد من خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمارات سواء كانت من المصريين اللي موجودين الحقيقة وإن مصر الحقيقة نقطة دولة جاذبة لجميع الاستثمارات في المرحلة القاتمة مرة تانية أنا بقى أشكر طبعا دولة رئيس فخامة رئيس لتوجهاته ورعايته لنا جميعا واشكر دولة رئيس الوزراء على الجهد وأصحاب المعاية الوزراء والجهات المعنية لها الفلاك ده اللي الحقيقة استعملتنا خلال المرحلة السابقة وكانت بتحاول بقدر الإمكان إنها تخلى زيادة عرض وتقضي على العوائق اللي كانت بتوعيق العرض في أثناء الأزمة اللي كنا عايشين طيب السيد زحمة حضرتك أكدت لنا في الاجتماع إن لسه الفترة جاية حتشهد مزيد من الخفاضات لغاية لما نصل إلى الأرقام المرجوة اللي احنا كنا كلنا بنتكلم فيها لإن دي بتبقى دورة وإن شاء الله حتبدأ تظهر في خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله باش مهندس أشرف في الجزائجلي هل تحب حركته الحاجة رئيس غرفة الصناعات الغذائية وهنا يمكن بتكلم طبعا على كل ما يخص الصناعات الغذائية بداية أنا باشكر حرك دولة رئيس مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة قطاع الصناعات الغذائية قطاع وطني خلال الصورات اللي فاتت كلها من 2011 وخلاف والحمد لله لم يحدث أي نقص في السلع الناس كانت بتسيب بيوتها وبتنزل تنتج ما تم خلال أزمة كورونا والأزمة الأوكرونية من تواصل حضرتك والسادة الوزراء جميعا لتوفير وضمان وفرة الصلع الغذائية ممكن كان غير مسبوك على مستوى العالم احنا شفنا دول كثيرة كبرى فيها نقص وتوابير وده لم يحدث عندنا وخلال فترة اللي فاتت التحدي اللي كان تم نتيجة المشاكل والصعاب اللي تم حوالينا ونتيجة توفر العملة الأجنبية الحقيقة أنا بشكر الحكومة لما تم من إنجاز غير مسبوك تاريخيا في جذب استثمارات كبرى هي السبب في ان احنا النهاردة قدامنا فرص كبيرة اللي يهم المواطن حارك تقوله بس نهارج على حارك بس نجاح ما تم هو ده اللي هي أدي الأسعار ما نحن النهاردة ليه الأسعار بتنزل وهتنزل أكتر لأن ما تم النهاردة من جذب استثمارات أدى إلى ثقة في إن العملة نزلت وهتنزل أو في استقرار على الأقل ونتيجة هذا الحقيقة تم وبناشكر برضو البنك المركزي مع الحكومة توفير كافة الموارد اللازمة لتوفير كافة الخامات والسلع الغذائية المطلوبة فإحنا النهاردة وصلنا نتيجة هذه القارات والوضع إن عندنا وفرة شديدة جدا النهاردة وفرة الخامات دي حضرتك خلت إلى إن أي حد موجود في القطاع في حلقات التداول المختلفة من جملة أو تجزئة أو مصانع شايفة إن هذه الوفرة تعني إنه لازم يبيع مخزونه في وقت كانت الناس قلقة إن هي هتقدر إزاي تجيب هذا المخزون نهاردة الناس كلها عاوزة تنزل المخزون ده وبالتالي الأسعار نزلت وهتنزل وهتستمر في ذلك في الفترة مع هذا الاستقرار لأن الوفرة كبيرة جدا فأنا اللي بقوله إن فعلاً نهاردة ما تم في حلقات التداول الأسعار بتنزل المصانع نزلة أكتر مما هو النهاردة موجودة على الرف المستهلك وده معناه إن الأسعار ستبتدي إن هي تبقى منافسة أكتر النهاردة التحدي اللي موجود بصراحة عند المصانع هي إزاي إن هي تبيع وليس إن هي تحفز على المخزون أو اللازم منه وبالتالي التنافسية بقت شديدة جداً الصناعة النهاردة تشتكي من تنافسية شديدة بين المصانع المختلفة اللي عاوزة إن هي تقدر تبيع منتجاتها وهذه التنافسية تؤدي إلى عروض أكتر في الفترات الجاية وبالتالي ده هينعكس على المواطن أكتر في فترة جاية شكراً يا فتنم السياس طريح سين رئيس غرفة صناعة الحبوب حي أنا بشكر لكيدة السياسية طبعاً فخامة الرئيس وحضرتك كرئيس مجلس الوزراء على استقرار سعر الصرف هو دخل الأساس كله في الموضوع طيما فيه بقى فيه استقرار بقى فيه سقفة عندي منسبالي فيه السلع الأساسية بالزاد خاصة تنمتشكل في السلع معروفة عالمياً الأمع سعرها برصة عالمية معروفة فسعرها مختلفة كل وقت له سعر لكن لو سعر الصرف سابت القصة بتختلف بالنسبة لنا فلما كان سابت تقريباً 270-280 دولار لكن لو وصل لـ 70 سعر الدولار و60 قصة اختلفة لكن الآن السعر ينزل كأمح حاندلوقتي البرصة آخر سعر 32 دولار والسعر 47 أو 48 اللي هو سعر الدولار لاي القصة مختلفة خالص فإحنا قبل العيد أو من فترة أو من شهر قبلها كان آخر حاجة وصلنا كان دي وصل 22 مثلاً أو 21 فأنا اجتمعت مع الناس بتوعنا كغرفة صناعة الحبوب وأنا كرئيس لغرفة صناعة الحبوب ومع المطاحن الـ 72 تقولوا لهم لا الكلام ده لازم ينزل دلوقتي على الأقل فأنا بنسفط الرئيس غرفة نحب بعلن رسمياً إن سعر دي لا يتعدى 16 ألف جنيه عشان نقدر نوفر العيش السياحي بسعر كويس جداً هيوفر حوالي 30 أو 35% من السعر السائد بعد ما عادنا عملنا اجتمعها مع معاني الوزير ومع الحاجة عبدالله غرب ويرسينا في الآخر على إن سعر الرئيف السياحي اللي هو الثمانين جرام سيبقى جنيه ونص بدل كان بقى كوصل 22 و 2 و رب فتبقى بفرق كبير الـ 40 جرام لـ 75 أرش سنوصل لجنيه ورب فتبقى بفرق كبير جداً والـ 25 جرام بقى بـ 50 أرش سنبقى بـ 75 أرش والفينو اللي نمتزمين بالنوعين من الفينو 35 جرام والفينو العادي بتاع المدارس الصغير دوت فده سيبقى بجنيه كان وصل جنيه ونص والـ 70 جرام بجنيه ونص كان وصل لـ 2 جنيه ونص فحلو ملتزم بي أنا ملتزم قدام الناس وقدام سيادتك والخيادة السياسية ومجلس الوزر ورئيسات ومبعالي الوزير إن ديء لا يتعدى 16 ألف جنيه حالياً عشاء زيادة الناس في النهاية لإنأساس هو سعر البادة الخام البادة الخام أنا مثبتة الحمد لله رب العالمين والناس ما عندي في الهرفة والناس ملتزمين وإحنا في خدمة المواطن البسيط طبعاً وكلنا في خدمة هذا الوطن خدم المستهلك البسيط شكراً فنم يعني أستاذ عبدالله غراب حراكم أكدتنا إن حنبدأ تخفيضات الخبز الحر دي اعتباراً من يوم الأحد القادم إن شاء الله ماشيط الله تعالى يعني بنوعد ساعدتك وسادة الحضور إن المعاد برضو اللي ساعدتك أشرت إليه هيكون برضو هيكون وصلت الأسعار وتم الاستقرار وتأكيداً على كلام الأخ فارج إن هيرد الفضل الأهل فأنا بقول الفضل في ذلك الاستقرار ونزول الأسعار لجهد الحكومة بتوفير الدولار داخل الأسواق ده انعكس انعكاس تام على تقفيد الأسعار ونتمنى بمشيط الله تعالى إن في الأيام القادمة إن يبقى برضو في نزول في بعض الأسعار عشان نصل برضو للسعر الطبيعي اللي هو كنا ماشيين عليه في فترات الاستقرار اللي فات زي ما أشرنا إن شاء الله احنا عملنا أكتر من لقاء مع السادة زملاء بقيادة معالي الوزير دكتور علي المصلحي مشكوراً يعني مرتين ثلاثة وهو اتتمع بيهم ودها توجيهات وكان ليهم بعض المطالب يعني هو وعد سيادته إنه هو هيتدخل فيها وهي يقوم بأي حد هلتزم معنا وماشي معنا في التوجه اللي بنسعى إليه إن شاء الله يكون يعني هو موجود ويساعد في حاجات كتير احنا اللي تعبنا فيه موضوع العيش الحر بعض المخابز العشوائية اللي هي أساساً مالهاش ترخيص يعني مالهاش ترخيص ومش ملتزمة فده هم يمكن اللي احنا بذلنا الجهد اللي فات معهم المرحلة اللي دية وإحنا بنحاول برضو ان احنا زي ما قال الدكتور علي ان احنا اي مخبز يعني ينطبق عليه اشتراطات هننساعد بعض الترخيص وليدي له موافقات وينتزم خش معانا في منظومة الأداء والعمل يعني بحيث كلتنا ان شاء الله يبقى بنعزف في اتجاه واحد بحيث تبقى يعني ما فيش شواز بره هذه العمل شكرا يا فنم شكرا يا فنم أنا بس بأكد طبعا أنا بشكر حضراتكم على الأرقام اللي تقالت ولكن طبعا أنا برضو بوجه التحية لكل الجهات الرقابية لأنها الحقيقة بتقوم بدور كبير جدا في هذه المرحلة وبوجههم الحقيقة أنه استمرار في مرأبة الأسواء علشان زي ما أثير يعني احنا لأي حد ملتزم والحقيقة بيطبق اللي احنا توفقنا عليه ما عندناش أي فيه مشكلة بالعكس احنا بنشجع وبندعم كل يعني الغرف وكل المصانع وكل التجار الحقيقة اللي بيلتزموا باللي احنا توفقنا عليه إنما لو فيه أي خروج عن ما تم توفق عليه لازم يقابل بمنتهى الشدة والحزم عشان ندي رسالة إن الدولة ورقابة الدولة موجودة وده اللي احنا توفقنا عليه وده اللي انا طلبت الحقيقة من كل الجهات الرقابية إنها تستمر في الفترة القادمة في مرأبة ومتابعة الأسواق وإن يعني أي نوع من التجاوز أو المخالفة يبقى فيه تعامل معها في إطار القانون فأنا حبيت يمكن بس إن احنا نعرض على حضراتكم ما تم يعني توفق عليه في اللجنة وممكن بعد إذن حرككم ناخد سؤالين ثلاثة لو في أي أسئلة من حضراتكم تفاضل عوض عوض عزر الأشيق الأول من السؤال هو خاص بالسلع التي مذالت حتى الآن موجودة في المواني المال جديد بشأنها خاصة أنها كلفت الدولة المصرية من خلال يعني كمية من الدولارات تم شراء هذه المواد لا اللي استوردوها عوضين ياخدوها ولا في أي حل حتى هذه اللحظة هل هناك رؤية لدى حضرتكم لدى الحكومة للتعامل مع تكدس هذه السلع إن كانت بالفعل بهذه الكميات كما يقال السؤال الشق الثاني هو حول مسألة الرقابة يعني هو نقطة مهمة هو الحديث جميل والسادة المصنعين والتجار كلام رائع جدا وحدد كررت هذا الموقف الإيجابي لكن المواطن يحتاج أيضا إلى مزيد من الرقابة يستشعرها في الشارع إذا ما ذهب للحصول على هذه السلع الضرورية يجدها بالفعل قد يعني هي في المتناول هل هناك في معاد محدد يمكن أن نعلنه للاستاذ المواطنين حول بعض السلع الاستراتيجية الضرورية أن تكون بسعر مناسب في مدى زمني محدد خلينا أكلم عن السلع عشان حضركم تعرفون حتى هذه اللحظة منذ بدء الإجراءات الإصلاحية احنا أفرجنا عن سلع بأكتر من 8 مليار دولار أنا بس بقولها لحضركم فالنهاردة اللي بقى موجود في المواني تقريبا نقدر نقول أن أغلب الحاجات اللي كانت متعطلة بسبب عدم توفر الدولار خرجت إنما يمكن زي ما كنت قلت في مؤتمر سابق إن في بعض التأخر والتلك من بعض أصحاب الرسائل إن هم يخرجوها فإحنا كاننا الحقيقة في وقت الأزمة القانون عندنا قانون الموجود بيقول إن في خلال شهر طالما الدولة مش مسؤول عن التأخير اللي حصل لو في خلال شهر المستفيد ما خرجش البضاعة بتاعته بنبدأ إجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة هذا الموضوع كنا وقفنا وقت الأزمة الاقتصادية لأن طبعا كان كل المستوردين بيشتكوا إن الدولة مش قادرة تدبر للدولار فكانت الحاجة بتيجي وبتقعد بفترات أطول وإحنا الحقيقة بناء على طبعا يعني إدراكنا لهذه الأزمة إحنا كنا عطلنا هذه المادة اعتبارا من واحد اربعة إحنا رجعنا هذا الموضوع عشان بس تبقى الأمور واضحة فأنا بتابع باجتماع آخر بنتابع فيه موضوع الإفراج من المواني إن النهار ده أي بضاعة تلمى إن التأخر مش بسبب أي جهة حكومية أي بضاعة هتوصل مدتها أو تتجاوز الشهر يتم اتخاذ الإجراءات ضدها فورا بحيث إنها تصادر وبتتاخذ بالإجراءات بقى إنها بتتبع لصالح الدولة بالمزادات بأي كان الإجراءات اللي بتتخذ وده حيبدأ يتاخذ ساهم عشان يبقى الأمور واضحة عشان ما نأخر حاجة لأن طالما إن أنا دبرت التمويل وخلصت كل إجراءاتي ما تتسبش البضاعة في المواني على زي ما كنت قلت يمكن على بعض الممارسات إنهما يقولك لأ سيبها شوية عشان على أمل إنه الدولار يمكن ينزل أكتر فكسب أكتر الموضوع ده خلاص وبدأ فعلا من 1 إبريل عودة التطبيق ومعنى كده إنه لو في أي بضاعة عد عليها 1 مايو وكانت للرقابة تاني أنا بأكد إحنا النهاردة بنتابع بقى عندي النهاردة أسعار واضحة جدا لكل السلع أنا بأكلم هنا عن السلع الأساسية طيب عندي وموجودة في السلاسل وبنتابع وعند التجار واتحاد الغرف بيبعت لنا كل أسبوع السعر بقى موجود قد مركز المعلومات بينزل وبيحصر بقى معروف عندي القدرة أن أنزل على مئة الألاف من المنافذ والمحلات لكي أرى في وقت واحد واتأكد أنهم يبيعوا كدولة وقدرات دولة وليس سنقدر نعمل الكلام لوحدنا لذلك أنا بهيب بالمواطن النهاردة الأسعار بقيت واضحة وبقيت معروفة طب لقيت في مكان بيبيع بأسعار أعلى من كده بكتير حضراتكم بلغونا أنا بقول بلغونا في عندنا الأماكن اللي بيتم الإبلاغ فيها جائز حماية المستهلك جائز حماية المنافسة هنا في مجلس الوزراء في كل الوزراء موجودين عشان ناخد ضدها الإجراء الفوري أنا حدي على سبيل المثال يعني اتبعت لي بدون ذكر أسماء اتبعت لنا شكوى من أحد المواطنين تم رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي كلام ده مبارح مبارح منزل بعض السلع بأسعار أعلى من الأسعار اللي اتفقنا عليها بالمبادرة وكاتب عليها أن يتم التخفيض في إطار المبادرة بتاعت الدولة بينما حطت أسعار عالية على طول تم مخبط اتحاد الغرف وكانت توجيه لهم الأسعار دي لو ما تغيرتش السلسل دي كلها حتقفل حيخد ضدها الإجراء أنها تتقفل طالما أنه ما نزلش الأسعار الكلام ده بمجرد ما حصل هذا التواصل تم التعامل معاه وغيروا الأسعار ونزلوها طب أنا مش حقدر أن أنا كدولة أبقى شايف بعناي كل حاجة حشوف إمتى لما المواطن يبعث لي ويقول لي بص المكان ده بيبيع بطريقة أعلى حقدر أنا ساعتها أخذ الإجراء الفوري لهذا الموضوع فعشان كده أنا بقول للمواطنين برضو ساعدونا في هذه المرحلة أي منافس بيحتلقوها بتبيع بأعلى من الأسعار المتدولة ومتوسطات الأسعار بلغونا فورا عشان نخد ضدها الإجراءات فيه أي سئلة تانية فضل شكرا لسيادتك وشكرا لكل ما تقوم به الحكومة لا أحد يستطيع أن ينكر ما قمتم به على مدار الشهور العديدة الماضية لو تذكر سيادتك لما بدأنا مبادرة خفض الأسعار وقدمت الحكومة وقدمت الدولة العديد من المزات للمصنعين والمستوردين لم يشعر بعدها المواطن يا فندم بما قدمته الحكومة لاستاذ المصنعين والتجار المصنعين والتجار هناك أزمة لا تصل هذه التخفضات للمواطن في الشارع أهلنا في الأقاليم وفي القرى وفي النجوع يعانون لأن هذا الكلام لا يصلهم الحكومة قدمت كل ما يمكن أن تقدمه ولا نستطيع أن ننكر هذا الكلام حتى اللحظة لكن يا فندم المشكلة أن السادة التجار والمصنعين والمستوردين تحت لما بننزل في السوق من تحت هذا الكلام لا ينفذ والنفذ بيكون في عدد ضئيل جدا من السلع وبالتالي المواطن لا يشعر بما تقومون به فماذا نحن نحن فاعلون شكرا مرة أخرى يا فندم ده اللي أنا تاني سكرره حضرتك دور المواطن معنا نحن نعمل كل اللي نقدر عليه تحد الغرف موجود معنا عندنا رصد نحن ننزله للمحلات أنا عايز أقول لحضراتكم نحن عندنا رصد كامل لـ 300 سلعة وحنوصل لألف سلعة في خلال الفترة الجاية عندنا رصد محافظة محافظة في تباين في أسعار حول لحضراتكم كنا لسه بنشوف بعد المحافظات النائية أسعارها ما زالت أعلى من متوسطات بعد المحافظات الأخرى وده كان بيبقى طبيعي لأن عبالما بيتنقله البضاعة التنقل والنولون وبرضو قلة المنافسة في هذه المحافظات النائية ما بيبقاش فيه منافسة كبيرة ما بين المحلات وبعدها البعض تاني أنا بأكد النهاردة في هذه المرحلة النهاردة دور المواطن معنا يقول لنا فين الأماكن اللي بيتبيع بأسعار أغلى من المتوسطات اللي معروفة عشان ناخد ضدها الإجراء القانوني فورا وده اللي أنا بأكد عليه احنا شغالين من خلال الدخلية التموين البنمية المحلية جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة لكن برضو زي ما بقول لحضراتكم احنا بنتكلم على مئات الألاف من المنافس في كل حتة زي ما حرج بتقول في القرى طيب هقدر أوصل للكلام ده ازاي ان المواطن يبدأ يبعثي ينزل يقول يشوف ده بيبيع بكام يبقى ساعة حنقدر على طول ناخد الإجراء وهو ده اللي بيتم وإحنا يمكن النهاردة كان الكلام مع كل السادة اللي موجودين ان الاتجاه هو اتجاه نزولي النهاردة فيه اتجاه نزولي موجود طيب يبقى عايزين فمتدخل النهاردة كان النقاش النهاردة مش فقط على السلع الاساسية احنا بنتكلم على كمان ابتدينا نتكلم على الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة ان احنا هنبدأ ناخد الخطوات معاهم فيه نزول حاصل ولكن لازم هنقعد معاهم كلهم عشان يبقى فيه نزول كامل لكل المنتجات ويبقى زي ما عملنا لبعض السلع الغذائية الاساسية نفس الكلام للسلع المنزلية هناخد المواضيع كلها واحدة واحدة عشان نحقق هذا الموضوع اتفضلي فاندم آخر سواء زراء يعني تسمح لي هل هناك نية لدى الحكومة لزيادة منافذ التابعة للدولة في كافة المحافظات وده يمكن يكون يا فاندم يعني اسلوب نقدر نخفض بيه الأسعار ونترك السلسل التجارية المتاجرة في أسعار السلع شكرا يا فاندم يعني احنا عملنا هذا الكلام وقت رمضان وقبل رمضان والحقيقة يمكن أنا عايز بس أشيد هنا بالمنافذ الكبيرة اللي عملتها قوات مسلحة ووزارة الداخلية لأن ليهم كان دور كبير جدا وأيضا المنافذ طبعا فيه جمعيات التعاونية والجمع اللي تبع وزارة تموين وأيضا المنافذ اللي عملتها المحافظات التوجيه للمحافظات إن المنافذ دي بنأكد عليه إنها تغضل موجودة علشان يبقى فيه وفرة من السلع النقطة اللي قالها المهندس أشرف رئيس غرفة الصناعات الغذائية النهاردة يعني برضو لازم نبقى أخدين بنا الحمد لله مع الإفراجات الكبيرة قبل كده كانت المصانع شغالة خلينا نتكلم ونعترف كانت شغالة بقى أقل من 50% من طاقتها فبالتالي كان فيه تحدي في توفير حتى الكم اللي مطلوب فمع النظرة ومع القلة الأسعار بتزيد ويبدأ للأسف بعض الضعاف النفوس يعني اللي يخزن واللي يزود الأسعار بزيادة لكن النهاردة والحمد لله مفيش أي شكوى من الإفراج عن السلع وبقى النهاردة زي ما بيقول فيه وفرة في هذا الموضوع الوفرة دي بتعمل المنافسة والمنافسة على طول بتؤدي إلى انخفاض السلع الكلام ده هياخد وقته ويمكن زي ما ده إحنا قلنا هذا الكلام إحنا يا جماعة ما خرجناش يعني من الأزمة إحنا لسه قلنا إحنا قلنا إن الحمد لله الإجراءات ماشية في التحسن وإن شاء الله عام 24 حيبقى بيشهد التعافي الكامل من كل تبعات الأزمة الاقتصادية اللي إحنا اللي إحنا وقعين فيها فالنهاردة ده اللي أنا بقوله إحنا بنتحرك بنتابع إنما المصار إيه المصار نزولي في الأسعار وحيستمر إن شاء الله في الفترة الجاية وبنتابعه طول ما إحنا الحمد لله الأمور استقرت سياسة النقدية مستقرة بقى فيه توفر للعملة الصعبة بقى النهاردة المصانع شغلة بكامل طاقتها فحنقدر النهاردة نتابع هذا الموضوع على مدار الفترة القادمة إن شاء الله أنا بشكر حضراتكم جميعا وكل سنة وحضراتكم طيبين شكرا شكرا